موسيقى قلمين الاقليمين لاقليم سلا يترى الصحاب التسليم وتسلم بين المندوب المالي والميزاني السابق واليديد رئيس تجمع شباب الحركة الوطني الإنقاذ المجلس البلدي يطلق حملة توعوية شاملة حول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية موسيقى اقليم انيدي شرق يشهد فعاليات سباق الصحراء بمشاركة عدد كبير من العدائين القادمين من خارج البلاد وداخله السيدات وسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعتذر لهذا التأخير الخارج عن الإرادة نقدم لكم النشر الإخبارية من العاصمة يانجمين احترأس المين العام لإقليم سلا ممدو جانا بكر ترأس مناسبة تسليم وتسلم مهام بين المندوب ووزارة المالية والميزانية السابق والجديد لكل من إقليم والداي ووادي فيرة وسيلة جرت المناسبة بصالة الاجتماعات من المندوبية السلا بحضور المسؤولين الإداريين والعملين في القطاع المالي تقرير محمود مسلفيل بحضور عدد من الإداريين والعاملين بقطاع المالية والميزانية بإقليم سلا جرى حفل تسليم وتسلم بين المندوب الجديد للمالية والميزانية بكل من إقليم سلا ووداي ووادي فيرة السيد نور الدين محمد داود خلفا للمندوب السابق علي أحمد سنوسي في كلمته بهذه المناسبة المندوب السابق علي أحمد سنوسي شكر جميع العاملين بالمندوبية على تعاونهم التام خلال فترة عمله طالبا منهم العمل سويا مع المندوب الجديد لأجل تفادي المشاكل والصعوبات التي يعاني منها قطاع المالية المندوب الجديد نور الدين محمد داود هو الآخر شكر المندوب السابق على الإنجازات التي حققها في أحده طالبا من جميع العاملين بالمندوبية الالتزام بالعمل من أجل الوقوف أمام التحديات وبخاصة في ظل الأزمة المالية التي لا زالت تمر بها البلاد أما الكلمة الختامية فكانت للأمين العام لإقليم سلا ممدو جانا بكر الذي نشد جميع رؤساء الأقسام المختلفة التابعة المندوبية التحلي بروح المسئولية وتضافر الجهود والسعي لأجل إيجاد حلول ناجعة تسهم في الدخل العام شكر النائب الثاني للأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ ذكوه زكريا محمد صالح جميع المناضلين والمناضلات الحزب على دعمهم ووقوفهم مع حزب الـ MPS مؤكدا لهم ضرورة الالتفاف خلف الرئيس المؤسس إدريس ديبي إتنو للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد نتابع جزء من حديثه باسم مؤسس الحركة الوطنية للإنقاذ البرزيدان إدريس ديبي إتنو باسم المكتب التنفيذي باسم جميع أعضاء المكتب التنفيذي للإنقاذ باسم المناضلين والمناضلات داخل شات وخارجها نتقدم بالشكر والتقدير للإخوة المناضلين الذين ساهموا في هذا الوقت الصعب اقتصاديا ووقفوا معنا لصيانة هذا المكتب من ضمن هذه الإخوة الأخ صالح أب بكر المعروف بوادي كوندي والأخ أبد الرحمان بدعي صاحب شركة السوشات أيضا نشكرهم جدا في هذا الوضع لصيانة هذا المكتب الذي قاموا بعد النداء التي وجهناه قاموا وساهموا مساهمة فعلية وحولوا هذا المكتب إلى منارة تليق بالمكتب الحركة الوطنية للإنقاذ كما نتقدم بالشكر والتقدير للمناضلين الذين ساهموا ووقفوا من ضمنهم المجموعة البرلمانية لجلوب برلمانتير وأيضا نتقدم بالشكر والتقدير لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ دائما واقفين مع مكتبهم وهناك مناضلين أيضا وقفوا وساهموا في هذا البني من ضمنهم أحمد كسوي والأخد خديجة نصر وبعض الشخصيات الذين وقفوا معنا ونناشد كل المناضلين بأن مهما كانت الأزمة هناك مناضلون يعرفون أن إدريس ديبي إتنو سيخرج من هذه الأزمة هذه كلمة وجهة لكل المناضلين كل المناضلين خليوا يسمع ماذا يقول المكتب التنفيذ الحركة الوطنية للإنقاذ كل المناضلين داخل شات في جميع المناطق سواء مدرسين سواء أطباء سواء كل شيء شات الآن بلد ورئيسه قاعد يبحث عن حلول كاملة ومتأكدين وواسقين نحن كمكتب يخرجنا من الأزمة الموجودين فيها ولا يسمعوا كلام المكتب في الانترنت ولا الكلام اللي يكتب في أي مجال الحقيقة ما عندهم شيء يقولوا ولهذا يكتبوا ولكننا نحن متأكدين عندنا قيادة حكيمة قوية فاهمة للأوضاء وتحل المشاكل شد زيلة في سياق المتصلين أطلق صباح اليوم رئيس تجمع شباب الحركة الوطنية للإنقاذ للمجلس البلدي لمدينة أنجمينة محمد صالح موسى الحملة التوعوية شاملة حول الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد كان ذلك بمقر المجلس البلدي بحيان وسطنا تقرير هارون أبا أدم إن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد هي أزمة عالمية تضررت منها العديد من الدول بالقارة الافريقية وغيرها وخاصة الدول الأقل نموا ولمواجهة هذه الأزمة فإن الحكومة اتخذت بعض القرارات السياسية والاجتماعية وإن هذه القرارات واجهت اعتراضات من التجمعات النقبية ودعت إلى إضراب مفتوح وأمام هذه الحالة فإن الأمانة التنفيذية لتجمع شباب الحركة الوطنية للإنقاذ بمدينة إنجمينة أطلقت هذه الحملة التوعوية لنشر الوعي في أوساط الشباب من أجل تفهم الوضع الصعب الذي تمر به البلاد والذي فرضته ظروف خارج عن إرادة الحكومة وعدم ترك ثغرات للمعارضة السياسية باتهام الحزب الحاكم بأنه المسبب في الأزمة الحالية كما يشع كما يشعر فكرة مكتب شباب الحركة الوطنية للإنقاذ لمدينة إنجمينة لاقت ترخيبا من قبل المشاركين الذين أبدوا استعدادهم للعمل مع الأمانة التنفيذية لتوعية المواطنين إن الحملة التوعوية التي انطلقت ستشمل مختلف دوائر العاصمة إنجمينة وذلك لتحريك الشباب وغرس الروح الوطنية في نفوسهما بحضور نائبة رئيسة الجمعية الشادية لمكافحة مرض السرطان السيدة الظهر إبراهيم محمد إتنو نظمت الجمعية صباح اليوم مؤتمر نقاش حول الإنجازات التي حققتها الجمعية منذ تأسيسها تقرير آدم حنافي فضل داء السرطان يعتبر من الأبراد التي تستعص التجارب الطبية لذا نظمت الجمعية الجادية لمحاربة السرطان مؤتمرا نقاشيا تزامنا مع الجوم العالمي لمكافحة مرض السرطان الذي يصادف الرابع من شهر أبريل لكل عام حيث وضحت فيه أبرز الإنجازات التي حققتها الجمعية حول مكافحة السرطان خلال الأعوام الماضية كما أنها حصلت على تقارير تشير إلى أن مرض السرطان أصبح متفشيا في العالم وخاصة عند النساء والأطفال إلا أن هذا المؤتمر يتمحر حول خطورة السجائر والشيشة وغيرهما مما يتناوله الإنسان للتكييف بالتدخين بإضافة إلى حمل الطعام في الورق الذي به كتابة من الحبر فالكل أكد بأن العشوائية في إعداد الطعام والشراب هو السرطان نفسه مؤكدين أن السرطان ليس له محل مختص به في جسد الإنسان زهر إبراهيم محمد إتنو نائبة رئيسة الجمعية تطرقت إلى أهم ما تقوم به الجمعية الشادية لمكافحة السرطان جميع التشارية لمكافحة مرض السرطان هي هدفها الوحيد أن توعي الناس توعي الشاب الجادي في المرض السرطان أول مرض أدتها الموتها أكثر في العالم لذلك قلنا يعيشين يوميا ودارين نوع الشاب لأن هناك مرض وسرطان ويشار إلى أن هذه الجمعية تم تأسيسها عام 2015 وتمارس نشاطها أبرد توعية والمؤتمرات بجميع أقاليم البلاد قام أعضاء جمعية استخدام المنتجات النفطية بحملة توعية للنساء الخلاوي القرآنية بالدائرة الخامسة حول كنفية استخدام القادس بالطرق الصحيحة تقرير أبدالله هارون برمع ترسيخا لقيام التسام والتعايش السلمي في مختلف الطبقات الاجتماعية من عجل الوهدة جاء تنظيم ملتقى الوحدة والتسام بمبادرة من منظمة النحضة الإسلامية حيث حضر الملتقى السلطات الإدارية والأسكرية والشيوخ ورؤساء القبائل وعدد كبير من سكان مدينة المساجد حيث استحلت المناسبة بكلمة اللجنة التنظيمية من ثم وداخلت العلماء الوحيد والآخر وسلطات الإدارية جميعهم عكدوا في غرس القيم ونشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بالبلاد وعقدوا عن البلاد في حاجة مسا إلى السلام والاستقرار أما رئيس منظمة النحضة الإسلامية الشيق لغوني أحمد عيسي حسين العلوي دع الجميع إلى الوهدة والتآخي وعدم الإنسياق وراء العصبية والجحوية والمزهبية التي تدعو إلى التفرق والشتات لأن هذه البلاد بلادنا تشاد الذي نرجو من الله تبارك وتعالى لها أن تشاد بإذن الله أن تكون قبلة العالم للاقتصاد وتكون قبلة العالم للعلم والمعرفة وتكون قبلة العالم للأمن والسلام والشيء الذي يجلب لها هذا المقصد هو الوحدة والتسامح يذكر أن ملتقى الوحدة والتسامح الذي يعد ضمن مساعي منظمة النحضة الإسلامية يستمر في كافة أقاليم البلاد إذن نعتذر لهذا الخطأ الفني هذا تقرير حول مظلمة النهضة الإسلامية التوعية حول السلام وتعيش السلمين مدينة الماء الصاقطة قدمت جمعية النساء لمكافحة العنصرية يوم أمسها قدمت مساعدات للأيتام بمركز الأيتام بحيقاسي بحضور رئيسة الجمعية تقرير أدم حنفي فاضل حنين النساء يظهر دوما تجاه تربيات الأطفال وخاصة الأيتام منهم لذا قدمت جمعية المرأة من أجل محاربة العنصرية مساعدات إلى مركز الأيتام بحيقاسي رقم ثلاثة وتتمثل هذه المساعدات في كمية من المواد الغذائية رئيسة مركز الأيتام ناجم باي سيفورين حيث شكرت في مداخلتها هذه النسوة على مبادرتهن التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الاجتماعية وخاصة لشريحة الطفل اليتيم رئيسة الجمعية زينب فلانا سانغينا اعتبرت في حديثها قائلة إن جمعيتها تهتم دوما حول رعاية الأطفال وكذا الأيتام مضيفة بأن الأيتام جزء من المجتمع فيهجب على جمعيات المجتمع المدني أن تتقاسم معهم الاحتياجات وذلك من أجل تكوينهم ودمجهم في المجتمع ويشار إلى أن هذه الجمعية تم تأسيسها عند مطلع العام الماضي وتعتبر هذه أول انطلاق لنشاطها الاجتماعي الذي حظي به مركز الأيتام بحي قاسي رقم ثلاثة أطلق عمدة مدينة قوزبيضة إبراهيم بحر حملة قوزبيضة خالية من الأوساخ والتي قامت بتنظيمها بلدية قوزبيضة بتعاون مع المنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة تقرير ياسر محمد أحمد لجعل مدينة قوزبيضة نظيفة وخالية من الأوساخ هو ما تسعى إليه هذه الحملة التي أطلقتها المنظمة الغير هكومية جي إي زيت لتغيير صورة وواجهة المدينة التي تعاني من انتشار القمامة والأوساخ نتيجة للإمكانيات المحدودة لبلدية قوزبيضة بحسب السلطات المحلية عمدة بلدية قوزبيضة إبراهيم بحر الدين أثناء إطلاقه هذه العملية دعا الشباب إلى العمل بالمثل أما مسؤول المنظمة فيديل سوبسوبة فقال إن هذه الأملية تحدث لفتح فرص العمل لمجتمع المنظمة واللاجئين الذين يتواجدون حوالي قوزبيضة وكذا قدامى الناذهين لأجل ذلك تم توظيف 200 شاب يعملون من أجل أن تكون قوزبيضة خالية من النفايات هذا وقد دعا فيديل سوبسوبة المعنيين على الحفاظ على هذه المعدات والاستفادة منها مستقبلا نظمت مساء أمس جمعية التضامن وترقية القيم الثقافية لقبيلة أنجام يوما ثقافيا بهدف نشر ثقافة أنجام في أوساط المجتمع جرت المناسبة بمركز دنبوسكي تقرير محمد السليق وقراءة حسن جدا يدخل هذا اليوم الثقافية الذي نظمته جمعية التضامن وترقية القيم الثقافية لقبيلة أنجام ضمن أهداف الجمعية التي من شأنها نشر ثقافة التضامن والالتقاء الدولي بين أبناء القبيلة وعليه فقد قال رئيس الجمعية جوربي كوم دينا بأن الجمعية تسعى لنشر ثقافة وتقاليد القبيلة بين مختلف فئة المجتمع وأنها تهدف للإخاء والطربط أما أسقف مدينة أنجامينة الأب إدمونج تنغارة بصفته ضيف شرف للمناسبة فقد هيأ أعضاء الجمعية على هذا الجهد الشاق الذي بزلوه لجمع هذا العدد من أبناء القبيلة من جانبه شيقة قبيلة جم بأنجامينة وطواحيها من أيدي نايجوم أبدأ عن شكره لأعضاء الجمعية على تنظيمهم هذا اليوم الثقافي وأضاف بأنه سيقف معهم ليلا ونحارا لكل ما يخدم أبناء القبيلة وينشر ثقافتها أهزا ونذكر بأن المناسبة تخللتها فقرات من الأغاني والرقصات الشعبية التي تجسد ثقافة وتقاليد قبيلة جم بحضور عمدة الدائرة الخامسة محمد صالح موسى أطلقت الهيئة الكشفية تشادية نشاطاتها الكشفية لهذا العام تقرير خليل حسن صالح هل تعرفون معنا شرف الكشافة؟ لا تعرفوا شرف الكشافة من صوري هكذا تعهد المنتسبون الجدد للهيئة الكشفية تشادية بأنهم مستعدون للعمل وفق قوانين الكشافة وأنهم ملزمون بأداء الواجب تجاه الوطن والإنسان ليأتي بعد ذلك تتشين المنديل إزانا باستقبال هؤلاء الشباب الذين رحب بهم المفوض العام للكشفية كأفراد منها بعد الآن في وطننا المعطاء شبابا همه الصفاء والسلام والتلاحم والتعيش السلمي وعزمتهم النماء فمن هذا المنطلق تعزموا الهيئة الكشفية تشادية على استقطاب الشباب ليسهموا في بناء جيل صالح يعودوا على وطنه ومجتمعه بالنفع والفائدة عبر سقل بواهبهم وتزويدهم بفنون ومعارف جديدة من خلال منهج الكشافة المتمثل في التعلم بالممارسة ويضيف أيضا أن الكشافة تسعى مع هؤلاء الشباب لتحقيق الكثير من الأهداف نحن من خلال الهيئة الكشفية تشادية نسعى لاستغلال أوقات الشباب وقدراتهم في تنمية ذاتهم أولا ثم خدمة وطنهم وغرس القيم الفاضلة وهذا لا يتآتى إلا بدعم من جميع الأطياف عمدة الدائرة الخامسة يشيد بأفكار الهيئة الكشفية تشادية خلال حضوره لحفل تتشين المنديل واستقبال الأعضاء الجدد للهيئة ويعتبر الشباب هو الكنز المدفون الذي سرعان ما يتفتت ويصدأ إذا ما لم يتم استكشاف مهاراته واستغلال طاقاته في الوقت المناسب وهذا هو ما نهجته الهيئة الكشفية في تكوين شباب جاهز للعمل الطوعي شعاره العمل من أجل الوطن والإنسان والكشافة شهد إقليم من إيدي شرقا انطلقت فعاليات سباق الصحراء بمشاركة عدد كبير من العدئين القادمين من داخلي وخارج البلاد كان ذلك بحضور حاكم الإقليم حسن جيروبو تقرير آدم حسن المكاوي الجميع ارتدى حقبة الخطر وبحوزته جهاز تحديد المواقع مشاركون من أسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية جاءوا ليظهروا قدرة تحملهم في قطع مسافة 45 كم و192 كم و100 كم وتم تحديد مناطق المراقبة من قبل اللجنة التنظيمية وعددها ثمن حيث يحق للمتسابقين الاستراحة في تلك المناطق في وقت غير محدد مما يسمح لهم بالوقوف على الآثار وتصوير المناظر الجميلة منسق الهيئة الوطنية لترقية السياحة والحرف الإدوية أباكر روزيتاكيل في كلمته شكر جميع الحضور على مشاركته ملفاعلة في سباق الصحراء مما يساعد في تطليل وتنمية السياحة وخاصة التحديث السياحي للمواقع السياحية المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونيسكو حاكمونيدي الشرق حسن جروبو في كلمته هو وعمدة بلدية أمجرس هاشم عبود أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لللجنة المنظمة لتريك والهيئة الوطنية لترقية السياحة والحرف الإدوية والحكومة وكل من عمل على إنجاح هذه الظاهرة الرياضية أعضاء اللجنة التنظيمية لفعاليات تريك جان فليب ألير ومارك ألتي أبدايا عن سعادتهما وسرورهما في كل خطوة بالإضافة إلى الفدرالية الشيادية لإلعاب القوة والمسؤولين المحليين وسكان المنطقة الذين أسهموا بشكل فاعل لإنجاح هذا النشط ومن ثم قام حاكم أقلميندي شرق حسن جروبو بعطاء طرقة البداية لموادرة العدائين إذنا بإطلاق نشاط النسخة الرابعة من سباق الصحراء تريك في ذات الإطار قام منسق الهيئة الوطنية لترقية السياحة والحرف الإدوية بكر روزي تغيلة بزارة تفقدية إلى مدينة أمجرس بهدف الوقوف على آخر الاستعدادات والتشهيزات للمهرجان الدولي للثقافات الصحراوية تقرير آدم حسن مكاول للمرة الثانية مدينة أمجرس حاضرة إقليم إندي شرق ستحتضن في الثاني والثالث من مارس القدم فعاليات المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية لذا فإن الاستعدادات لهذا المهرجان في مدينة أمجرس تستسر على قدم وسق لاستقبال جميع المشاركنا في هذا الاحتفال ومن أجل الوقوف على كيفية سير العمل قام منسق الهيئة الوطنية لترقية السياحة والحرف اليدوية بزيارة إلى مدينة أمجرس حيث كان برفقته عمدة بلدية أمجرس رئيس اللجنة التنظيمية لمهرجان الدولي للثقافات الصحراوية هاشم عبود وتجول الوفد بالقرية السياحية والميادين والفنادق عمدة بلدية أمجرس رئيس اللجنة التنظيمية للمهرجان هاشم عبود خلال الجولة صرح بأن الأعمال والتجهيسات تسير على ما يرى مضيفا بأن النسخة الماضية للمهرجان قد حضرها الكثير من الضيوف وأنهم متفائلين بحضور أكبر عدد من ذي قبل من جانبه منسق الهيئة الوطنية لترقية السياحة والحرف اليدوية أبكار روزي تاكيل أشار إلى أن الهدف من زيارته هو التأكد من حالة البنية التحتية الموجودة مسجعا العاملين على هذا التقدم الجيد طالبا منهم مواصلة العمل بهذا الشكل حتى يلتزم بتسليم وإنهاء الأشقال في المعود المحدد الذي هو في الخامس والعشرين من الشهر الجاري رياضيا أيضا نظمت مجموعة لمد أبناء شاد دورة رياضية في كرة القدم بملعب الخماسيات بحي كلمات وداع القبالية وزرع المحبة والتكاتف والإخاء في نفس الشباب هي الغاية التي جمعت هؤلاء الشباب في العالم الغير محسوس الشبكة العنكبوتية الفيسبوك مجموعة لمد أبناء شاد التي خرجت من بين السطور الإلكترونية لتكون منبرا محسوسا وملموس عبر دوري لمد أبناء شاد لكرة القدم الخماسية الأول من نوعه على مستوى البلاد ولأن خروج نشاطات المجموعة إلى الواقع يعد أمرا غير مألوفا على الملئين وعماء سرد أحد أعضاء المجموعة نفذة مبسطة عن مجموعة لمدة أبناء شاد صفحة لمدة أبناء تشاد وهي أكبر تجمع في الفيسبوك غير ربحي يهتم بشؤون الشباب التشادي ككل تحت سقف واحد ولحم دفينة ونبض واحد وصوت واحد بعيدا عن الكراهية والتعصب ومقاربة وجهات النظر ومع احترام اختلاف الوجهات أقلام تبوح مسابقة أطلقتها واحتضنتها مجموعة لمدة أبناء تشاد في البطاقة الزرقاء الفيسبوك وهي خواطر تعالج قضايا ونال جائزة المركز الأول لأفضل خاطرة إسماعيل محمد والمركز الثاني حجازية محمد لنقبة الأمين العام لبلدية الدائرة الثانية بركي يوسف في كلمة الافتتاحية لدوري كرة القدم أشاد بهذه البادرة داعيا الشباب على الاقتداء بمثل هذه الأفكار التي تسهم في زيادة الوعي الشبابي وكذل استفادة من مواقع التواصل الاجتماعي لبث السلام والحب ومن ثم افتتح الأمين العام لبلدية الدائرة الثانية فعاليات الدوري الذي سيشارك فيه 16 فريقا وستلعب المباراة بنظام خروج المقلب وانطلق الدوري بمباراة جمعت كل من فريق تيك تاك المرتجن الأخضر وقوم جاهز المرتجن الأحمر وانتهت المباراة بفوز فريق تيك تاك على نظيره بخمسة أهداف مقابل ثلاثة كما انطلقت الدورة الأولى لدور كرة القدم للجيش والوحدات الداعمة للجيش وذلك بحضور عدد كبير من محبي وعشاق كرة القدم جرت المناسبة بملعب إدريس محمد أويا تقرير عباس أباك المصطفى سبعة فرق مشاركة في دور كرة القدم للجيش إلى جانب الوحدات الداعمة للجيش عروض تدل على اهتمام الجيش والوحدات بالرياضة وتنوعه إلى انطلاقة الدوري الأول لبطولة الجيش مباراة الانطلاقة جمعت بين فريقي أس بوليس وفريق الإدارة العامة لأمن خدمات مؤسسات الدولة المعروفة اختصارا بـ DGC الشوط العول من المباراة شهد تغلبا ملحوظا لفريق أس بوليس على خصمه لينتهي بثلاثة أهداف مقابل صفر وفي الشوط الثاني من المباراة لجأ فريق DGC إلى دكة البدلاء أملا في تعديل النتيجة وكان لهم ما أرادوا حيث تجلوا ثلاثة أهداف وقبيل نهاية المباراة بعشر دقائق انقلبت الموازين على فريق DGC حيث تلقت شباكهم أربع أهداف أخرى إضافية لينتهي الشوط الأول بنتيجة سب أهداف مقابل ثلاثة نتيجة غير مناسبة لدى فريق DGC ولكن العقس عند مشجعي فريق أس بوليس من ناحية النائب الثاني لقائد العام للجيش طلب من الفرق المشاركة في الدوري التحلي بروح الريادي حتى نهاية الدوري قام حاكم إقليم إنيدي شرق حسن جربو بجولة تفقدية لبعض المرافق التابعة للبنية التحتية من مقاطعة نوي بإقليم إنيدي شرق نتابع تقرير عباس بكر مصطفى حاكم إقليم إنيدي شرق حسن جربو بمعيته عدد من معاونه قاموا بزيارة ميدانية واستطلاعية إلى مقر البنية التحتية إلى جانب المدارس بمحافظة نوي التي هي في قيد التشهيد فقد لاهض الوفض بأن العملية تستمر على خطى جيدة وشجع الحاكم العمال على التواصل في العمل أقب ذلك توجه الحاكم مع الواضحة إلى الحدائق بقرية نوي للوقوف على نوعية الإنتاجة وهذا دليل على أن أرض نوي خصبة وصالها للزراعة على حد قولي حاكم إقليم إنيدي شرق حسن جربو بحضور الرئيس الوطني لحزب النصر قدم صباح اليوم الأمين العام النائب لحزب النصر حسين أحمد جمعة بيانا صحفيا بمقر الحزب الكائن بالدائرة الخامس حيث تحدث في هذا البيان الصحفي حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد نتابع جزء من هذا البيان فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية والاقتصادية فإن الحزب يذكر المواطنين بأن الأزمة الاقتصادية بدأت منذ آم 2014 وعليه نتج من انخفاض سير البترول وصرف الدولة ميزانية مرتفعة من أجل أمننا وأمن المنطقة ورفع العلاوات والمحفزات مما جعل الدولة تصرف جل الميزانية للموظفين وأصبحت شاد تدفع مبالغ مرتفعة مقارنة بدول المنطقة كما نشجب السلوك الغير حميدة من بعض شبابنا من تكسير وتخريب ممتلكات الدولة نطلب من النقابات أن تستجيب لدعوة الحكومة للجلوس والحوار معا من أجل خدمة أمتنا الشادية المجيدة ورفع الإضراب أما النقطة الثانية بخصوص الملتقى إصلاح المؤسسات فهذا مطلب كل أبناء شاد الذين يريدون تقدم بلدهم وعليه نحيب بالأغلبية الرئاسية والمؤارضة والمجتمع المدني والاستعداد التام من أجل نجاه هذا الملتقع الفريد من نوعه فمنذ المعتمر الوطن المستقيم لم تتح فرصة للشاديين لللقية والحوار والتناقش من أجل مصلحة البلد بالعودة إلى الصفحة الرياضية بحضور الشاق ومحبي رياضة كرة القدم في مقاطعة حراز البيار جرت مباراة في كرة القدم لبطولة الرابطة الإقليمية لكرة القدم بحراز البيار بين فريقي FC المنى وفريق السانتي وانتهت المباراة لصالح FC المنى تقرير عمباسة بكر مصطفى بمشاركة 17 فريقا في دور كرة القدم للرابطة الإقليمية لحراز البيار نهاية مباراة الكأس التي جمعت بين فريق FC المنى مع السانتي خاض الفريقان غمار المباراة على مستوى مطلوب بحسب الفنون التكتيكية للعيبة ولكن انتهى الشوط العول بنتيجة 0-0 أما في الشوط الثاني للمباراة رجع فيه الفريقان بحماس ولياقة بدنية عالية حيث تمكن لعب فريق FC المنى بتسجيل الهدف على شباك خصمهم هدف دفع الخصم إلى الهجمات لتعادل النتيجة ولكن لم يكن لهم ما أعرادوا حتى نهاية المباراة هيت ناشد كل من رئيس الرابطة الإقليمية والأمين العام لمحافظة هراز البيار على مستوى الكروي وبعدها تم تقديم كأس رمزي للفريق الخاسر وتتويج FC المنى بكأس البطولة لدور هذا العام نختم هذه النشرة بهذا الخبر الحزين حيث انتقل إلى رحمة الله المستشار حامد عبد المجيد مساء السبتة بالعاصمة أنجمينة لقب صراء طويل مع المرض الفقيد من مواليد مدينة آتيا في عمل تسعمية تسعة واربعين تقلد العديد من المناصب الإدارية في السلك الدول الماسي استمرت خمسة وعشرين عاما حيث كان مستشارا بالسفارة الشادية في الخرطوم ومستشار أول بالسفارة الشادية في القاهرة وأخرها كان مستشار أول بالسفارة الشادية بالجزائر يعتبر الفقيد من كوادر ومؤسسي حزب الحركة الوطنية الإنقاذ رحل الفقيد تاركا خلفه أرملا وثمانية من الأبناء إنا لله وإنا إليه راجعون إذن بهذا الخبر الحزين نصر وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية نشكركم على طب الانتباه والمتابعة تنقاكم دمتم في أمان الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا